مرحبا اسمي وليد مغربى وأهلا وسهلا بكم بالكورسي العملية الرقمية من المبتدئ إلى درجة الاحتراف إذا بالدرس السابق حكينا عن الرسوم البيانية وقيفية قراءة الرسوم البيانية درسنا اليوم سنتقدم أكثر من نحو المؤشرات الفنية المهمة جدا المتقدمة أكثر بتحليل العملات الرقمية فنبدأ اليوم مع رسم بياني مهم جدا الذي دائما دائما يستغله عندما أعمل تحليل العملات الرقمية ووضع السوق بشكل عام هذا الرسم بياني يسموه هودل ويفز بالعملات الرقمية بما أنه جيل العملات الرقمية بعده صغير من مهم جدا نشوف الفرق بين عدد الناس الموجودين بالعملات الرقمية الجدد وعدد الناس الموجودين من فترة فكل ما هو الإنسان بعده جديد بالعملات الرقمية معناها بعده ما جرابش العملات الرقمية ما جرابش تقلبات بالعملات الرقمية من ناحا ومن ناحا الثاني ممكن بعده ما اقتنعش بهذه التقنية وبهذا الاستثمار وبالمقابل له الشخص اللي صرر له فترة بالعملات الرقمية يجرب العمليات الرقمية يرى الصورة الكبيرة وعنده قناعة أكبر بين العمليات الرقمية بهذا الرسم البياني يمكن أن نرى جيل البيتكوين الموجود بمحفظات الناس ترى على سبيل المثال للناس الذين معهم بيتكوين فقط بأخر 24 ساعة هم 2% 2% من الناس الذين تمسكوا بالبيتكوين في وقت الحالي اشتروا البيتكوين فقط بأخر 24 ساعة لم يرواها بالمرة الناس الذين تمسكين بين يوم لأسبوع نتحدث على 2.6% بين أسبوع لشهر 6.20% ترى عدد كبير جدا من الناس بعدها نجدد بهذا المشروع فمن المهم جدا نرى نسبة الناس هذه مقارنة مع نسبة الناس المتمسكة بالعملات الرقمية على المدى البعيد اذا ترى بالقمم السابقة مثلا بسنة 2017 رأينا نسبة عالية جدا من الناس الجدد الذين فاتوا على السوق للأسف الناس الجدد الذين فاتوا قريب من القمة وباللحظة التي ترى تصحيح هؤلاء الناس خافوا باعوا العملي الرقمي المعهن وللأسف أدوا لتذبات تؤدى لبداية البرماركت وقتها من سنة 2018 إلى سنة 2020 فانت ممكن تأخذ هذا الرسمي البياني وترى في حالة بدأنا نشكل موجة كبيرة جدا من الألوان الحمراء التي موجودة هنا معنا نحن نقرب نحو وضع متقلب الناس أغلبية جدد وممكن تؤدى لتصحيح بالسوق أو لهبوط بالأسعار كلما هي الألوان تذهب نحو اللون الأزرى والبرمسجي من أجل الناس يصبح لها قناعة أكثر وأكثر ومتمسكة بالعملات الرقمية على المدى البعيد في الوقت الحال إذا ترى لنا نسبة عالية من الناس التي هي جديدة ولكن مقارنة مع الناس التي صرر لها فترة بالسوق هؤلاء الناس بعد انقلال بالعدد فهذا الأمر إذا تظهر على الموجة هنا الموجة الصغيرة بعد أن تتشكل نحن نشكل الموجة فنتقدم نحو القمة ولكن مقارنة مع الموجات السابقة التي رأيناها بالقمام السابق بعدها موجة صغيرة ونصلنا لنفس النسب المئوية مؤشر آخر الذي أستغله دائما هو The Pule Multiple هذا رسم بياني مهم جداً الذي يتحدث عن أرباح المعدنين أرباح المعدني البتكون بشكل خاص إذا ترى لدينا منطقة حمرة ومنطقة خضرة ودينا هذه النسبة المئوية التي في الوسط إذا قربنا نحو المنطقة الحمرة هذا يعني أن المعدنين مقارنة مع سعر البتكون يربحه بنسبة عائلة جداً فهذا الأمر يشجعهم يذهبوا ويبيعوا البتكون معهم وإذا قربنا نحو المنطقة الخضرة هذا يقول لنا أن المعدنين لن يربحوا نسبة عالية مقارنة مع سعر البتكون فهذا الأمر يشجعهم يتمسكوا في البتكون وينتظروا ارتفاع الأسعار إذا نرى بالقمم السابقة كل مرة عندما وصلنا للقمم كان هناك أرباح هائلة للمعدنين وهذا الأمر يشجعهم يذهبوا ويبيعوا العمليات الرقمية ولهذا الأمر أيضا نرى تصحيحات أخرى وعندما نصل على المنطقة الخضرة مثلاً كيف ما وصلنا بسنة 2018 هذا كان يمع بمنطقة القاع هذا يفرجون أن السعر الحالي لديكم مخفض والمعدنين لا يبيعوا فهذا مؤشر بالنسبة للنا نفوت ونشتري لنوصلنا للقاع في الوقت الحالي كيف ما نرى نحن نذهب نحو المنطقة الخضرة ولكن بعدنا بالوسط فهذا المؤشر لا يساعدني أقرر هل أشري ولا لا بالوقت الحالي ولكن يقول لي على الأقل بعدنا لموصلنا ولا لقمي ولا لقاع بالأسعار وهذا أمر ممكن يكون كمؤشر جيد لكي ترى تابع العمليات الرقمية بمؤشرات أخرى المؤشر الثالث لليوم اسمه اللي هو Volume Weighted Average Price هذا مؤشر قوي قوي جدا اللي مستغل بشكل كبير جدا بالتداول والمضاربة اليومية ولكن أنا كمان أستغله بالاستثمار على المدى البعيد VWAP أخذ العلاقة بين الحجم التداول الحالي وبين السعر الحالي للعملي خصوصا للبيتكولين بوضع الحالي أنت ممكن تجمع VWAP على مراحل مختلفة من 30 إلى 60 إلى 90 إلى 128 إلى 200 وهذه الأمور الموجودة بهذا الرسم البياني وأنت ممكن تستغل هذا الأمر لكي ترى هل تشتري أو تبيع؟ لما السعر موجود من فوق VWAP معين أنت ترى هذا المؤشر لك أن تبدأ حضر حلقة تبيع ولما السعر موجود تحت المؤشر الذي تظهر عليه هذا المؤشر لك اشتريه لأنه ممكن ترى أرباح من وراء هذا الأمر بالنسبة للي هذه الحدود تضيف لي ضجة على الرسوم البياني فأنا أخففها وقط أظهر على VWAP لـ 90 والVWAP لـ 365 لما السعر يخرج من فوق VWAP 90 هذا يقول لي أنه بدأنا نرى ارتفاع لفوق وتحركات لفوق وبدأ جاهز حالك تأخذ أرباح فكل السعر الذي كان من فوق VWAP 90 بالنسبة للي كانت لحظات تأخذ فيها أرباح ولما ننزل تحت 365 هذا يقول لي أننا وصلنا لنوع من القاع وهذا يقول لي تبدأ وعزز إذا تظهر على فترة سابقة مثلا بشهر 5 بهذه السنة قبل أن نرى التصحيح الكبير لتقريبا 60% بالعملات كنا من فوق VWAP 90 فهذا كان مؤشر قد أخذ أرباح ولما نزلنا تحت VWAP 365 كل هذه الفترة التي كنا موجودين تحتها كانت فترة لتعزيز ملائمة للتعزيز وكانت جيدة نجمع أكثر أكثر عملات لأنه بعدين عندما طلعنا من فوقها رأينا ارتفاع بالعملات وكان مؤشر جيد لأخذان الأرباح فلما ننزل تحت VWAP 365 هذا كل فترة لتجميع لما نخرج من فوقه هذا فترة لأخذان الأرباح VWAP الكبير الشامل عادة يؤشر لي أنه دورة حاليا التي لدينا انتهت وبدأت دورة جديدة إذا أرجع مثلا للقمام السابقة من سنة 2017 عندما نزلنا تحت VWAP الكلي رأيت أنه كان مؤشر إلى القاع وخلصت الدورة التي سابقة وبدأنا الدورة الجديدة فقط الخيص أنا أظهر على VWAP 90 لكي أرى أين أخذ أرباح أظهر على VWAP 365 لكي أرى أين أعمل تعزيز وأظهر على VWAP الكلي هذا الشامل الكبير اللي من تحت عشان أقرر هل وصلنا للقاع أو لا بالدورة الحالية الموجودة بالسوق مؤشر آخر اللي جيد جدا كمان اللي شفته بالسوق اسمه Advanced NVT Signal هذا المؤشر اخترعه محل الكبير اللي اسمه ويليوو اللي يشتغل على المعلومات الموجودة على البلوكشين هذا المؤشر بفرجنا العلاقة بين القيمة الحقيقية للشبكة شبكة البتكوين مقارنة مع السعر الحالي فإذا المؤشر موجود بالمنطقة الحامرية علمناته السعر الحالي أكبر بكتير من القيمة الحقيقية للشبكة وإذا السعر الحالي موجود للمنطقة الخضرة فمعناه السعر الحالي اصغر من القيمة الحقيقية للشبكة مثلا شفنا بالفترة السابقة أننا وصلنا على figured asit وصلنا بالإخذة للشهر أو ثلاث أشهر اللي فيها كنا بالقاع بهاي الدورة وبعدين طلعنا من أول الجديد فشايفين وقتها لما كنا من منطقة الحمرة أخذنا أرباح وكان أمر جيد وبعدين لما نزلنا على المنطقة الخضرة كان بمثاب التعزيز لأنه بعدين شفنا ارتفاع بالأسعار حاليا كيف ما انتشايف احنا ما وجدين بالمنطقة الخضرة فهذا مؤشر الجيد بقول لي انه سعر الحالي للبيتكم وقارنته مع سعر الشبكة الحقيقية سعر منخفض وهذا سعر ملائم للتعزيز بالكريبتو ونأخذ نشوف وينت القمة وينت القاع فيه مؤشر جيد جدا لإسمه توير موفينج أفريج مولتيبلاير اللي بتطلع على الأسعار لآخر 730 يوم يعني لآخر سنتين وبعمل حسابات هذا الخط الأخضر من تحت هو المتوسط لآخر سنتين لسعر البيتكون ومتوسط من فاق هو هتنقول المتوسط لآخر سنتين ضرب خمس أضعاف إذا بنتطلع على الماضي على القمم السابقة كل مرة لما وصلنا على القمة نحن قطعنا هذا الخط الأحمر وصلنا على المنطقة الحمرة كل مرة كل مرة فهذا ممكن تأخذه كمؤشر أنه إحنا اتربنا للقمة أو حتى قطعنا للقمة هذا جيد جدا بقول لك بلش بيع قد أرباحك لأنه سنشوف تصحيح سعر الحالي موجود بالنطاق الخمي لما نزلنا على المنطقة الخضرة هذا بفرجاني أنه وصلنا للقاع بالدورة الحالية وهذا لحظة إيجابية تبلش وتستثمر طبعا هذه الصورة كبيرة للناس اللي عادة يدخلوا للمدى البعيد ويديهم معهم حجم كبير من المصاري ويديهم يستثمروا لحظة الملائمة للاستثمار للمدى البعيد فهذا مؤشر أنت ممكن تستغله عشان تلاقي هذه اللحظة الملائمة للاستثمار الباي سايكل طوب انتيجاتور هذا كمان مؤشر آخر اللي ممكن نقشر للقمة أو لقاع بالدورة الحالية هناك خطين هنا عندك السعر المتحرك لآخر 350 يوم ضعف تنين وعندك سعر المتحرك لآخر 111 يوم للبيتكوين هذول الخطين لما يلتقوا هذا العادة يقشر لنوصلنا لقمة معينة وإحنا كيفما نرى حتى بالقمم السابقة عادة بعد القمة كانت يلتقوا وبعدين شوفنا تصحيح كبير بعد هذا الملتقة حاليا المتوسطين بعاد عن بعض ويقول لي أنه بالوضع الحالي أنه لم يصلنا لقمة لكن كيفما نرى السعر موجود تحت الخط الأحمر فكل مرة لما كان السعر تحت الخط الأحمر كان بمثابة مؤشر للتعزيز وفترة جيدة للتعزيز فكيفما نرى الوضع حاليا بقلنا فترة جيدة للتعزيز في حال تسأل حالك كيف أنت ممكن تحسي مثلا أسعار القمة وأسعار القاع لهذا الأمر عادة المحللين يستغلوا معادلات الفيبوناتشي وفي عندك مؤشر هنا بيسمه Golden Ratio Multiplier اللي بيعمل العلاقة بين المتوسط لآخر 350 يوم مع معادلة فيبوناتشي هذا الرسم البياني يعطينا أربع حدود للأسعار لما أنت موجود تحت معنات أنت موجود بفترة اللي هي ملائمة للتعزيز ولما تطلع للحدود المتوسطة والقصوى معنات أنت وصلت للوسط بالدورة أو للقمة بالدورة مثلا بشهر أربعة خمسة شفت أنه وصلنا بالمنطقة هذه البنفسجية نحن كنا بالقمة للأسعار وهذا الأمر كان يدعو للتصحيح بالسعر وشفنا تصحيح من بعدها لما وصلنا من جديد على الخط البرتقالي بشهر سبعة كان بمثابة مؤشر للتعزيز وشفت أنه بعدين شفنا ارتفاع بالأسعار وكان ملائم لأخدان الأربعة فهذا المؤشر يمكن أن يساعدك أن ترى أين الأسعار يمكن أن تصل إلى المستقبل مثلا الأسعار الممكنة في الوقت الحالي للبيتكوين 75 ألف دولار 90 ألف دولار و 142 ألف دولار فكل سعر من هذه الأسعار هي لحظات جيدة لأخدان الأرباح مؤشر آخر الذي يساعدنا أيضا أن نكتشف الأسعار التي يمكن أن نصل إلى المستقبل وأسعار للنقاط للدخول والنقاط للخروج من السوق يسمونه البيتكوين لغريثمي كروث كيرف يستغل الفيبوناتشي بطريقة متأدمة أكثر أنت ترى الحدود الأسعار التي يمكن أن تدخلها مثلا الحدود التي تظهر عليها للدخول على 40 ألف على 34 ألف على 31 ألف والقاع ب 26 ألف في وقت الحالي والحدود التي أخذان الأرباح بهذا المؤشر على 60 ألف على 75 ألف على 100 ألف 130 ألف و 150 ألف ومؤشر خاص خصوصا عندما تشعر حالك بوضعك حزين أو متشائم ومش عارف ماذا سيحدث بالسوق أشعر حالك دخلت بالقمة وخسرت أنا دائماً أشجع الناس يرجعوا ويتظهروا على الصورة الكبيرة للعملة الرقمية أعرف أن الناس الذين تمسكوا بالبيتكوين حالياً 96.2% من الناس الذين دخلوا على البيتكوين هم الناس ربحانين لحقوا أرباح فحتى لو دخلوا بالقمة بسنة 2013 أو بسنة 2017 بالنسبة للإلهم هذه أيام كانت أيام مربحة فهذا الخط الأخضر بفرجنا أيام مربحة فشايفين دائماً لما تشعر حالك متشائم ومشعرف كيف سيحدث بأسعار وحس حالك دخلت بالقمة أعرف لقوة الصبر بالعملات الرقمية لها قوة كبيرة جداً ومربحة جداً على المدى البعيد إذا تريد أن تتابع حركات الحيتان هناك أيضاً مؤشرات التي تتابع محفظات الحيتان ترى أنه أدى فيه حيتان معين أكثر من ألف بيتكوين أدى فيه حيتان معين أكثر من مئة بيتكوين هذه الحركات عادة تساعدك لترى ماذا يفعل الحيتان هل يبيعه؟ هل يتحركه؟ هل يزيده؟ أو لا ينقصه؟ إذا ينقصه ماناته يبيعه من العملات إذا يزيده ماناته يشره أكثر العملات الحيتان لكي أوضحها لكم هناك عبارة عن ناس أو مؤسسات معهم استثمار كبير جداً بعملة واحدة خصوصاً بالبيتكوين معهم تجد ملايين وملايين الدولارات يضعونهم بالبيتكوين لماذا يصبح حوت؟ لأنه تأثيراً على السوق عندما يبيعه ويشتره يؤدي لتذبذبات مع الوقت السوق سينضج والحيتان سيبيعه لعملات المعهم وهذه المصارح تتوزع ولكن في وقت الحالي الحيتان الذي يدور كبير جداً باستقرار السوق وبتخلبات السوق وهذا أمر من المهم التابع حركات الحيتان من مرة للمرة عشان نشوف ما يفعله وكبونس إضافة هناك أيضاً منصة اسمها Glassnode التي تعطيك معلومات الموجودة على البلوكشين وهو مؤشرات إضافية ولكن هذه المنصة عادتها تأخذ مصاري ليس ببلاش كل المؤشرات التي فرجتك لها لحديت هذه اللحظة هي مؤشرات التي هي بالمجان ولكن إذا حستت حالك وصلت لدرجة احتراف واحترافت كل هذه المؤشرات ومحتاج لأمر إضافة فإنتي ممكن تذهب إلى Glassnode لكي ترى تستكشف ومشاهد هناك هناك معلومات كثيرة جداً من المعلومات الموجودة على البلوكشين المعلومات الموجودة على منصات الوساطة على الحيتان على الشبكة نفسها تعلق بالبيتكوين وتعلق بالإثيريون أيضاً فعندك كثير من معلومات التي يمكن أن ترى وتدروسها من هنا سأدخل أفصلهم أكثر وأكثر سأعطيكم لحظة ترجعوا وتراجعوا المؤشرات التي تحدثنا عنهم وبالمستقبل في حال وصلتوا لدرجة احتراف وفي طلب على Glassnode فأشرح أيضاً لكي تستفيدوا منها هذا هو الدرس اليوم هذه هي المؤشرات المتقدمة وبوعدكم إذا تدرسوها منيح وبتحترفوها هذا الأمر سيساعدكم كثير جداً ورح توصلوا لدرجة احتراف بالعملات الرقمية خذوا وقتكو ودرسوها ورجعوها وقالوا لي بتعليق شرائكو بهذه المؤشرات شكراً على وقتكو ومع السلامة